من يوقف تدافع ساسة العراق الجدد على المناصب ومن يضع معيار الأهلية للمنصب بعد أن صار مغنما وتشريفا لا مهمة وتكليفة وفي اصطدام المفاهيم هذا يبرز السؤال الكبير هل فعلا ستختلف الحكومة الجديدة عن سابقاتها؟ هل سيعالج الوضع المتردي فعلا؟ أم أن الرقعة تسعى على الراقعين؟ هذا في حال وجودهم أصلا؟ ضرب الفساد الحكومي جذوره في العراق هيكلا ومنظومة حتى بات الإصلاح يقارب المستحيل لو افترض جدلا وجود إرادة حقيقية له فكيف سيصير الأمر إذا كانت الوجوه هي ذاتها الوجوه والأحزاب الفاسدة هي عماد حكومة عبد المهدي بل حتى الرجل نفسه قادم من البيئة ذاتها بعد أن تقلد عدة مناصب وعلى هذا قال موقع المونيتور الأمريكي إن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لن يختلف عن سابقه ولن يكون قويا لتغيير المعادلة السياسية في البلاد مضيفا أن الرجل مثله كمثل برهم صالح رئيس الجمهورية أتيا نتيجة لحل وسط وهما لا يقويان بما يكفي لتجاوز الأحزاب التي ارتضتهم ونصبتهم كما أنها تعلم جيدا أي الأحزاب أن عبد المهدي لن يشكل تهديدا عليها ولا على استمرارية مصالحها وربما تقتضي المصلحة أيضا أن يعترف شركاء العملية السياسية على بعضهم البعض فيقول مثلا النائب في البرلمان والقيادي في اتلاف الوطنية حامد المطلق إن فشل السياسيين في إدارة البلاد أدى لابتكارهم مصطلحات للتغطية على فشلهم وفسادهم كما أنهم فشلوا في إرضاء العراقيين فضلا عن عدم جديتهم في بناء دولة قوية وحكومة حقيقية تحترم القانون وتحاسب الفاسدين وتفتح ملفات الفساد وأشار المطلق إلى أن مفهوم الدولة العميق انتشر للتغطية على فساد وفشل السياسيين لافتا إلى أن هناك جهات غير رسمية تمتلك المال والسلاح وترتبط بجهات خارجية وربما من أحجم المطلق عن ذكرهم بالأسماء يعرفهم العالم أجمع فمجرد الحديث عن امتلاك المال والسلاح والاستحواذ على السلطة تتبادر إلى الأذهان صورة العراق وهو رازح تحت نار الميليشيات وسطوة الأحزاب